اشتركوا في القناة يكشف يفهم وروحك يعلم ده جمد كلامك ما أحلى مكان جوّقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليك يا ربي كسابك عينياتي شوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك في عمري بان أهلا بك عزيز المشاهد في برنامج فاحصين الكتب وصلنا في دراستنا إلى سفر الجامعة هذا السفر الذي كتبه سليمان في أواخر أيامه الجامعة هو واحد من ألقاب سليمان كلمة تكررت في هذا السفر سبع مرات بمعنى من يجمع قوماً ليعظهم أو يتحدث إليهم لتعرف المزيد عن هذا السفر أدعوك أن تتابع معنا دراسة سفر الجامعة لأن هذا كله جعلته في قلبي وامتحنت هذا كله أن الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله الإنسان لا يعلم حباً ولا بغضاً الكل أمامهم الكل على مال الكل حادثة واحدة للصديق والشرير للصالح والطاهر والنجس للذابح والذي لا يذبح كالصالح الخاطئ الحالف كالذي يخاف الحلف هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للجميع وأيضاً قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم وهم أحياء وبعد ذلك يذهبون إلى الأموات لأنه من يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون أما الموت فلا يعلمون شيئاً وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسية ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس الفقرة الأولى في الأصحاح مشغولة بموضوع واحد موضوع عامل أرق وإحباط وحزن وحيرة عند الجامعة من بداية السفر لغاية آخر السفر لكن قبل ما تكلم عنها ليه تبدأ من عدد 2 إلى عدد 6 عايز أعلق تعليق على البداية في آية واحد يقول أن هذا كله جعلته في قلبي وامتحنت هذا كله يكرر التعبير ده كتير يقول قلت في قلبي وجهته قلبي درت أنا وقلبي هو نفسه اللي قال لنا في أمثال 28 من يتكل على قلبه فهو جاهل هنا ماشي وراء قلبه كان لسان حاله قلبي بيقول لي حاسس بكذا الحقيقة اللي بيحتاجه الإنسان مش أن يكون قلبه دليله القلب دليل مضلل رفيق لا يؤتمن كتاب يقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس إحنا ما نمشيش وراء اللي بيقوله القلب لكن نمشي وراء ما يقوله الله كلمة الله هي أثبت لو في حاجة محيارانة زي ما بتحير كل الناس نعمل إيه نفتح كلمة الله ونشوف ماذا يقول الكتاب في هذا الأمر هنلاقي فيه نور لينا في هذا الموضوع وحدهم الموضوع ده الموضوع المهم اللي شاغل سليمان جداً وهو الموت وإذا حبيت ألخص الكلام اللي قاله قبل كده واللي قاله في الأصح ده عن الموت اللي مسبب له مشكلة قادر أصيغه فيه نقط محددة أول حاجة إنه شر لابد منه حتمي ومقرر حيعدي على كل الناس حاجة التانية إنه حدث واحد لكن الحدث ده بيختبره الإنسان والبهيمة هو بيشوف ده بيموت لما الأجهزة الحيوية تتوقف وده بيموت لما الأجهزة الحيوية تتوقف اللي باين قدام العين حسب ما هو شايف يعني إنه ده بعد الموت الجسم بيتحلل وده بيتحلل ده يتحول إلى تراب وده يتحول إلى تراب حاجة التالتة إنه ما بيميزش من الجاهل والحكيم الجاهل بيموت والحكيم كمان بيموت الحاجة الرابعة إنه بيقضي على مستقبله كل أماله وخططه كل اللي بيتوقعه وبيرجوه انتهى أو ينتهي بالموت حاجة الخامسة إنه بيقضي على الماضي بتاعه كل اللي أنجازه وكل اللي كونه من ثروات وإنجازات وكمان ما يضمنش إذا اللي هيجي بعد كده إذا كان فيه وارث هلا هيحافظ على الثروة دي أو يحافظ على سيط العيلة دي أو لأ لأ حاجة الستة إنه يأتي بدون سابق انذار زي ما حنيق الرابعة دي كده في الأصحاح كمان الحاجة السابعة إنه الموت لا يعلمون يعني ما بيقاش عندهم مشاعر ولا إحساس ولا يعرفوا إيه اللي هما فيه معانا دا مش صح حنسمع طبعا أدلة من الكتاب إنه النظرة دي غير دقيقة وأخيرا يقول إنه الموت لا يكون ذكر لهم يتنسوا وده مش حقيقي مش كل الأموات بيتنسوا لكن الصديق يكون لذكر أبدي لما بيقول في عدد واحد الإنسان لا يعلموا حبا ولا بغدا لا أفضوا منفا من العهد الجديد لا الإنسان يعلموا حبا وبغدا صاليب المسيح صنع الفارق من خلال صاليب المسيح عرفنا هذه الحقيقة الجميلة أن الله يحبنا بلا حدود أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد عرفنا قدي المسيح بيحبنا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه لكن من الناحية التانية عرفنا بغدا عرفنا قد إيه بيكره الله الخطيئة للدرجة التي فيها كان يتعامل الله العادل مع المسيح حامل خطيانة بكل الغضب على عود الصليب أرسل من العلاء نارا إلى عظامه فصارت فيه علشان كده إحنا بعد صليب المسيح عرفنا الحب وعرفنا البلد يعني هو كأنه مش عارف مصيره إيه وسينتظر لغاية ما يموت ويروح عند ربنا ويشوف ربنا بيحبه ولا ربنا بيبغضه ويشوف بأي وزن يعني أعماله وصالحاته ولا يعني الحاجات الوحشة اللي عملها ويشوف يعني بختك يا ببخيت مش متطمن سليمان مش متطمن حيقابل بابتسامة رضا من وجه الله ولا حيقابل بتكشيرة حيقابل ربنا حنين ورحيم ورؤوف ولا حيقابله باعتباره أسد غضوب عشان يدينه معقولة يا سليمان انت مش متطمن على مستقبالك الأبدي ومش عارف طبعا نظرة يعني مخيفة جدا جدا ان الواحد لغاية ما يصل إلى الموت بقى مش عارف محط وجهة الصفر ايه واحد رايح يركب طيارة مش عارف هو حيروح فين ده شيء رهيب جدا جدا وبختك يا ببخيت طبعا يعني الرب يرسوع المسيح في ضوء العهد جديد أنا رانا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل وكل واحد مؤمن حقيقي يقدر يقول أنا عارف أنا رايح فين كلمة الصليب عند الهالكين جهادة أم عندنا نحن المخلصين الآن نحن أولاد الله لأننا نعلم أنه النقضة بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السموات بناء أعظم بناء غير مصنوع بيد بناء أبدي من الله هو بيقولها الرسول بوليس بلغة اليقين فعشان كده هو برضو قدر يقول إن هو مش بيخاف من الموت تعالوا نفند الكلام اللي قالوا إذا كان ده صح ولا لقى في نور الإعلان الكامل في نور كلمة الله مدايقوا قوي أن الصدقين والحكماء أن أعمالهم في يد الله كل أمورهم في إيد ربنا اللي مقدروا ربنا هو اللي حيكون الحوادث اللي حيوجوها في حياتهم واليوم اللي حيموتوا في كل ده في يد الله طيب ودي حاجة تزعل دي حاجة تفرحنا أن كل أمورنا في يد الله مين زي الله في صلاحه وفي محبته الله في صفنا مش ضدنا إن كان الله معنا إن كان الله لنا إن كان الله في صفنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء حتى من خلال أحداث الحياة الصعبة والمحيرة اللي قد نعتبرها في وقت من الأوقات أنها قسوة أو حرمان أو ترك من الله لكن في الحياة الرب الصالح لا يخطئ أبداً كل أعمال الله معلومة عنده من الأزل وأنه يعمل دوماً لخيرنا كمان لما بيتكلم عن الموت وبيقول أنه من يستثنى الكل حيموت لحنا في نور العهد الجديد في تدبير النعمة مش بالضرورة إن الكل يموت لأن إحنا بننتظر مجيء الرب بالاختطاف ممكن الرب يجي ولا نرقد كلنا لما هيجي الرب الأحياء الرب هيخدهم هيغير أكسادهم وياخدهم معي كمان بيقول إن الموت لا يعلمون شيئاً مين قالك يا سليمان إن الموت لا يعلمون شيئاً آه طبعاً هو بيتكلم في نور اللي وصل له اللي يعرفه إن بالنسبة لهم القبر ده أرض السكوت دي أيام مظلمة حدش يعرف اللي بيروح بعد ما تنتهي الحياة هنا على الأرض بيحس بإيه أو بيدرب إيه لكن نعرف من الكتاب من كلامه الرب عن الغاني والعازر لا اللي بعد الموت فيه مشاعر فيه إحساس فيه دراية العازر كان بيتعزى والغاني كان بيتعزب وبيقول إنه الكل بيتنسي لا مش الكل بيتنسي فيه عاشوا للرب وأكراموا الرب والصيط بتاعهم والسيرة العطرة بتاعتهم استمرت عشرات ومئات السنين الكتاب سجل قصصهم في الواحي واللي احنا تعلمنا من حياتهم وأعمال الإيمان بتاعتهم تقول إنه مش الكل بيتنسي زي ما حضرتك أشرت إخ أيمان في عدد خمسة يقول وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نوسيا مين اللي قال ما يفعله المؤمن الحقيقي إلى مولود من الله لابد أن يأخذ عنه أجرى يأخذ عنه مكافأة كل اللي اتعمل بدوافع نقية لمجد المسيح ولبركة الأخرين عندما يمتحن في نيران الفحص الإلهي أمام كرسي المسيح ويظهر إنه ذهب وفضة وحجارة كريمة سينال عنده المكافأة علشان كده ده بيدينا باعث إن إحنا نعمل أكتر ونشتغل أكتر علشان تتم فينا كلمات كورونس سؤولة خمستاشر تمانية وخمسين لذلك كنوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب بكل حين عالمين أن تعابكم في الرب لكن ممكن نقول إن برضو في تعبير من دمن التعبيرات يؤخذ كتعبير صحيح في عدد أربعة لما بيقول لكل الأحياء يوجد رجاء أي نعم هذا من المنظور صحيح لإني يبقى هناك رجاء طالما الإنسان حياً لكن الإنسان الخاطر بعيد عن الله عندما تنتهي حياته لا يوجد رجاء بحال من الأحوال تنتهي الحياة وينتهي الرجاء والأمل لكن طول ما هو عايش عنده فرصة لأن يتوب ويرجع للرب ويبتدئ حياة جديدة ويغير المصار إن أراد واستكمالاً لكلامك يا خاعدل أنه هنا بيركز على ما هو تحت الشمس بيقول مثال على أنه الرجاء هو في الحياة فقط يقول أن الكلب الحي تخير من الأسد الميت في العالم الحيواني الكلب هنا طبعاً مش بينظر ليه كمثال للوفاء أو كده لكن من الحيوانات اللي ليهم في المستوى الأدنى مقارنة بالأسد ملك وجبار الوحوش لكن في ضوء حقيقة القيامة من الأموات نقول مع بولس في كورونثوس الأولى 15 لو كان رجاءنا في هذه الحياة فقط فإننا أشقى جميع الناس اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب لأن الله منذ زمان قد رضي عملك لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن التذ عيشاً مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها فعدت ورأيت تحت الشمس أن السعي ليس للخفيف ولا الحرب للأقويات ولا الخبز للحكمات ولا الغنى للفهمات ولا النعمة لذوي المعرفة لأنه الوقت والعرض يلاقيانهم كفة لأن الإنسان أيضاً لا يعرف وقته كالأسماك التي تأخذ بشبكة مهلكة وكالعصافير التي تأخذ بالشرك كذلك تقتنص بان البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة بعد ما تكلم في الأعداد من واحد لستة من نصاح تسعة عن يقينية الموت هيجي في الأعداد من سبعة لإتناشر وهيقدم أربع نصائح وزي ما شفنا إنه دي نظرته كإنسان تحت الشمس بيشوف الموت شكله إزاي كيف يقضي على كل الأمال وكيف يساوي ما بين البشر بل وفي مرة من المرات قال إنه ليس مزية للإنسان عن البهيمة طالما الاتنين بيلقوا نفس المصير فمش هنستغرب دلوقتي إن النصائح هتكون موجهة كلها استمتع بالحياة بقدر ما شئت فهو بيقول أربع نصائح الحاجة الأولانية اذهب كل خبزك بفرح اشرب خمرك بقلب طيب تبسط لأن الله منذ زمان قد راضي عملك النصيحة التانية النصيحة الأولى كانت متعلقة بالأكل والشرب والملزات الخبز والخمر لكن التانية في عدد 8 بيقوله لتكن ثيابك في كل حين بيضاء بمعنى إلبس ثياب الاحتفالات وأكثر من الاحتفالات علشان تقدر تستمتع وتتبسط ولا يعوز رأسك الدهن تدهن وتطيب وازهر في أفضل صورة ممكنة بعدين في عدد 9 التز عيشاً مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس استمتع به زواجك واستمتع بالعلاقة مع زوجتك فعدد 10 أكثر من الإنجازات بقدر المستطاع كل ما تجده يدك لتفعله ففعله بقوتك لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت زاهبون إليها أو في حالة القبر وحالة الموت اللي هو طبعاً ما كانش عنده إعلان بخصوصها حياة لغاية النهاردة قادر أشوف أنه ده منطق وتوجه الكثير جداً من البشر شايفين وعارفين يقولوا الحياة قصيرة جداً زي ما احنا بنقول بالضبط كمؤمنين بس القرارات اللي بتتبني على القناعة دي مختلفة عن قرارات أولاد الله قناعات الأشخاص والناس في العالم بتقودهم إلى الاستمتاع بالحياة بكل شكل ممكن أما بالنسبة لنا إحنا كأولاد الله ممكن ننظر للأمور داية في ضوء نفس الحقيقة ولكن بمنظور مختلف منظور معدل عن هذا المنظور الله أعطانا الأكل والشرب طيب واحنا موبدين بنعمل إيه؟ مش بنأكل ونشرب عشان غدا نموت لكن بنتناول بالشكر ونستمتع بكل ما يعطيه لنا الله اللي بيهبنا كل شيء بغنى للتمتع بعدين بنفرح بأعمال الله في حياتنا لكن نكتهد بالأكتر أن سيابنا مش السيابة الخارجية لكن حالة القداسة وحالة النقاوة نكتهد في كل حين أن سيابنا تكون بيضاء ولا يعوز رأسنا الدهن بمعنى أنه بمعنى مزمور تلاتة وعشرين مساحتها بالدهن رأسي كأسي راية تزعيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياتك نفرح بالتدبير الله في الزواج الزواج مكرم والمضجع غير نجس وبالنسبة لنا كمؤمنين هذا الأمر مكرم جدا وبنستمتع بالعلاقة اللي الله أوجدها تزعيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياتك باطلة نلتز وأقول كمان ونلتزم نلتزم بالعهد الإلهي اللي الكتاب بيعلمنا إياه عن الزواج وبعدين بقى مش بنسعى لإنجاز أي شيء في أي اتجاه لكن نسعى ونحترص إن احنا نعمل مشيئة الله في حياتك طالما الحياة قصيرة يبقى زي ما قالنا الكتاب نكثر في عمل الرب كل حين الاستمتاع بالحياة في حد زيته مش غلط لإن الله هبنا كل شيء بغنى للتمتع لكن الغلط إن يبقى كل غاياتي وهدفي من الحياة فقط الاستمتاع لكن أنا بعمل أي حاجة باستمتع بيها مش بالانفصال عنه لكن باستمتع بيها وانا معاه وانا في علاقة معه يعني يحضرن الابن الأكبر في لقى خمستاشر عايز إيه؟ عايز جدي لأفرح به مع أصدقائي مش مع أبوه في استقلالية عنه لكن إحنا كل الأمور اللي بنستمتع بيها نستمتع بيها مش بالاستقلال عنه لكن في وجوده لإكرامه لخدمة إخواتنا القدسين من خلال اللي أكرمنا الرب بيه العدد من سبع لعشرة دي خامس مرة في السفر الجامع من ضمن ستة مرات سليمان بإنصحنا إلحق خد لك من الحظ جانب وخد لك من السعادة نصيب لأن الموت حينهي كل حاجة فرصتك في العالم الحاضر للاستمتاع وكل مرة بيدينا حجة إن إلحق وقتك واستمتع بقدر الإمكان فمثلا في جامعة 2 يقول لنا استمتع بحياتك لأن دي نتيجة تعبك استمتع بتعبك طب ما هو يتعبي يمكن لي نتاج أبدية وحستمتع بيها في الحياة الأخرى هو مش في دماغه الموضوع ده هو مجال تفكره تحت السماء وفوق الأرض بعد كده مش في مجال إلحق استمتع بتعبك وإن تعبك مش هتاخد معاك حاجة فاستمتع بتعبك اللي إنت تعبت فيه في جامعة 3 يقول لنا استمتع الآن لأن المستقبل مجهول ومغلق عليه وإنت ما تعرفش ربنا هيعمل لك إيه بعد كده في جامعة 5 بيقول الممتلكات ليست بدائمة ومش هتاخد حاجة معاك طب اللي تعبت فيه ده استمتع على قد مطيق ضربيه لأنك هتسيبه ومش عارفين هتسيبه المين ولا هتسيبهوله ده هيخليه ولا هيضيعه فإلحق استمتع باللي عملته في جامعة 8 بيقول أن التحريض على الاستمتع لأن كل حاجة يعني خارج مطاق المنطق الجاهل زي الحكيم والحكيم زي الجاهل طب ونعمل إيه إلحق؟ إنت أخذ لك من الحظ جانب واستمتع طالما كل حاجة خارج مطاق المقاييس الإلهية نما هنا بيقول استمتع بحياتك لأن الحياة عبارة الموت جاي لك جاي لك الموت جاي لك يفالحق لأن الجاي الموت وحيحرمك من كل الحياة العمر باصي يعني العمر حيمر ويعدي يلحق خد لك حاجة فبيقدم لنا يعني تحريض استمتع بقدر ما يمكنك بحياتك الآنية الحالية فبيقدم لنا استمتع بوجباتك أكلك وشربك استمتع بمظهرك واستمتع كمان بزواجك واستمتع كمان بعملك وإنجازاتك وفي الحقيقة هو أكتر واحد عمل الحاجات دي وفي النهاية ما كانش مستمتع في عدد 11 بيقول حاجة هي ممكن تكون مزعلة ومحيرة وفي الحقيقة هي بخلاف المنطق البشري أو التوقع الإنساني وفي الآخر بيعللها بسبب برضو يفكرنا بأنه بيبص للأمور بنظرة إنسانية مجردة تحت الشمس مش شايف الرب في المجهد ولا يد الله في الأمر فيقول خمس حاجات يقول السعي ليس للخفيف ولا الحرب للأقوياء ولا الخبز للحكماء ولا الغنى للفهماء ولا النعمة لذوي المعرفة هي فعلا حاجة يعني تحير لكن بنشوف من الكتاب إنه فعلا السعي ليس للخفيف واحدة زي استير دي مين يتصور إنه الفتاة اليتيمة الغريبة اللي ملهاش حد هي دي اللي تفوز بمركز الملكة في إمبراطورية كبيرة مين يصدق إنه إن داود ينتصر على جوليات الحرب ليست للأقوياء ولا الخبز للحكماء يا ما في حكماء بيكتازوا في مواقف معينة بيعوزهم الخبز زي داود لما كان مطارد من شاول ولا الغنى للفهماء عندنا واحد زي نبال كان غني ولا مش غني لكن كان أحمق ولا النعمة لذوي المعرفة واحد زي موسى اللي تربى وتهزب بكل حكمة المصريين لما غار بغيرة جسدية إنه يخلص إخواته وقاموا عليه وما قدروش النوايا الحسنة اللي عنده لأنه لم يجد نعمة عند إخواته لكن يعالي كل دا ويقول الوقت والعرض يلقيانهم كفة الاتنين بيبع عندهم نفس الفرصة بس فيه واحد حظه أحسن من التاني فيه واحد هو كده نصيبه إنه الظروف خدمته لكن الحقيقة إحنا نعرف من الكتاب إنه مفيش حاجة اسمها الظروف ولا الحظ لكن السيطرة الإلهية سلطان الله على الأحداث وعلى الزمن هو اللي يعطي فرصة للضعيف إنه يغلب القوي هو اللي يعطي فرصة لللي في مركز متدني إنه يعتلي أعلى مركز فلا يمكن أن نستبعد يد الله وعمل الله من المشهد عدد 12 برضو مهمة للغاية لما بيقول لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة وكالعصفير التي تؤخذ بالشرك وفي الحقيقة فعلا الإنسان ما بيعرفش نهايته إمتى اليوم اللي فيه تنتهي حياته واعتقد أن المفروض طالما لا يعرف النهاية عليه أن يستعد للقاء إلهه زي ما قال لنا عموس النابي من لغة 12 نعرف هذه الحقيقة الغني اللي كان بيقول لنفسه لك خيارات كثيرة موضوع على سنين كثيرة استرياحي كلي شربي إفرحي ما كان يعلم أن هذه الليلة هي نهايته هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذا الذي أعددته لمن يكون بايلة شصر الإمبراطور اللي كان بيشرب خمرة في آنين بيت الرب مع زوجاته وسنريه والعظماء ما كان يدري أنها الليلة النهائية فطالما الإنسان لا يعرف وقته عليه أن يستعد وأن يتوب توبة حقيقية وأن يقبل المسيح وتم في كلمات الكتاب تعرف به وسلم بذا كي يأتيك خير فجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجوا طب هل إحنا النهاردة تحيرنا الأمور دي؟ الموت بالنسبة لنا حتى لو جاء فجأة هل الأمر ده يسبب لنا أي نوع من الحزن أو الخوف؟ لا، ليه؟ لأنه عندنا أمور يقينية موازية تعزينها صحيح؟ نحن لا نعلم متى نموت لكن نعلم متى سنقوم لا نعلم أين سنموت لكن نعلم أين سنكون لا نعلم كيف سنموت لكن نعلم الهيئة التي عليها سنقوم اليقينيات اللي عندنا في نور كلمة الله عن الموت تخلينا لا نرهب الموت ولا يزعجنا مفاجأة الموت إطلاقاً عدد 11 و 12 في حاجتين أتفق معاه فيهم بس هو فهمهم بطريقة وأنا فهمهم بالطريقة تانية غموض الحياة، الحياة غمضة وما نقدرش نتوقع أي شيء فالفكرة الأولى اللي بيقولها بيقول إن إمكانياتنا وقدراتنا مش ضمانة للنجاح يعني السعي ليس للخفيف عسائيل اتقتل بيد ابناير مع أنه كان يقدر سريع ويجري لكن مات مات عسائيل والحرب ليست للأقوياء زي ما سمعنا من الأخ عيمن جليات اتقتل القوي اتقتل بيد الغلام فإمكانياتنا ليست ضمانة للنجاح طب إنت متفق معاه أنا متفق معاه آه وأنا عارف إن بدونك يا رب لا أستطيع أن أفعل شيء وكل إمكانياتي وقدراتي والمتاح لية من إمكانيات بشرية دي ولا تعمل أي حاجة إلا إذا تأكدت إن إيدك معايا يا رب فأنا متفق معاك إن قدراتنا وإمكانياتنا ليست ضمانة للنجاح الرب أطيقنا القدرة على اصطناع الصروة وعلى النجاح الحاجة التانية يا قنية شرك الموت أكيد الشبكة هتأخذ الإنسان أكيد يعني إن كنت ماشي على الأرض فيه شرك إن كنت تطير في الهواء فيه شبكة هتروح من الموت فين هتروح من الموت فين لكن اللي مش متفق معاه فيها إن بيصف الموت بإنه وقت شر يوم شر يعني شايف الموت ده هادم اللذات ومفرق الأحباب يعني نهارك مش فايت يوم ما يجيلك الموت إحنا مش متفقين معاك يا عم سليمان في الكلام ده لأن في ضوء العهد الجديد فيه واحد ما تحكش علينا لما كان بيقولنا إن الموت ربح وفيه واحد قال وقت انطلاقي إبحاري وفيه واحد وصف موته بطرس قال خروجي خروجي يعني إكسودس يعني نفس التعبير اللي وصف بيه خروج بني إسرائيل من الطينة والمزلة والمهانة والعبودية إحنا بالنسبة لنا الموت ده نجاح وإطلاق وإبحار وخلاص من كل المشاكل وعشان يقربنا للوجود لله الموت بالنسبة لنا مش شر ولا يوم اسود إحنا الموت بالنسبة لنا ده كل الأشياء لنا حتى من ضمن الأشياء التي لنا الموت لنا هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي مدينة صغيرة فيها أناس قليلون فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيم ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين فقلت الحكمة خير من القوة أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتصلة بين الجهال الحكمة خير من أدوات الحرب أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جزيلا في عدد 13 من هذا الأصحاح واحدة من الأشياء أيضا التي حيارت سليمان لما بيقول كنوع من الجحود ونكران الجميل لما شاف أن في مدينة صغيرة فيها أناس قليلون جاء ملك وحاصر هذه المدينة وبنى عليها أبراجا وجد في المدينة رجل مسكين وحكيم وعمل معروف كبير قوي مع سكان المدينة دي أنه أنقذوا من هذا الملك العاتي المتجبر وبعدين بان الجحود أن ما أحد ذكر هذا الإنسان المسكين الحكيم هذه نظرة سليمان لكن قادر أشوف فيها أنا من جانب رمزي أشياء في ضوء ما فهمناه في ضوء العهد الجديد المدينة الصغيرة تشير إلى العالم الكرة الأرضية بالنسبة للكون الفسيح هي كوكب صغير حتى بالقياس بكواكب أخرى هي كوكب صغير هذا العالم جاء علي ملك شرير وهو الشيطان عدو كل خير حاصرها بمعنى أن الشيطان دائما وأبدا ما يحاصر النفس ليمنع وصول كلمة الله لأنه يعلم أن وصول كلمة الله فيها كل القوة للإحياء واشوف هذا الكلام مثلا في مثل الزارع لما بيستخدم غرور الغنى وهموم الحياة وشهوات سائر الأشياء علشان يمنع وصول كلمة الله لكي لا تخلص هذه النفوس لكن الشيء الجميل أن وجد فيها لم يكن منها لكن شخص جالها رجل مسكين حكيم إشارة للمسيح اللي تجسد اللي جاء إلى هذا العالم النور الحقيقي اللي يونير كل إنسان وعمل المعروف الكبير أوي ونجه هذه المدينة وكان سبب بركة كبيرة لسكان هذه المدينة ودي أشوف فيها الأعظم معروف عمل المسيح إزاي أدر ينجينا من سطوة الشيطان أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وأعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم لكن سليمان من وجهة نظره الشخصية اللي بينظر بيها للأمور ممكن نطلع بدرس فهو إذا كان قال في عدد 11 إن قدراتنا وإمكانياتنا ليست ضمانة للنجاح فهو في الجزء ده عايز يقول لنا إن فرصتنا وحكمتنا ليست ضمانة للنجاح لأن المدينة محاصرة وغالبا كان سليمان يشير إلى حادثة فعلية حصلت ففي مدينة صغيرة ومحاصرة وفي راجل حكيم جوه هذه المدينة دبر خطة لإنقاذ هذه المدينة ووجد فيها رجل المسكين حكيم في أدق الترجمات كان يمكن أن ينجي هذه المدينة لو هما سمعوله لو هما سمعوله كان نجاهم بس غالبا هما ما سمعوش كلامه فلما ما سمعوش كلامه فلم ينجوا ومش لم ينجوا وما أحد ذكر هذا الرجل لأنه مهلكوا مهدش فكروا لأن حكمته لم يؤخذ بها وهو بيلاقي فرصة في الجزء ده عشان يقول لنا إن الحكمة أفضل من القوة يعني العقل أفضل من العضلات الرجل ده البسيط كان ممكن ينجي هما اتكلوا على أي حاجة غير حكمة هذا الرجل فعشان كده لم ينجوا ولأن يبدو أن الراجل ده كان حكيم وبسيط أقول وديع ومتواضع وحليم وصوته لا يسمع في الشوارع صوته فعشان كده بيقول كلمات الحكمات تسمع في الهدوء إنما أكثر من صراخ الحاكم المتصلت لما نشوف المتصلتين والديكتاتوريين بيعملوا صوت جعوري وخطابات وزيتة وكده والحكيم ما بيتسمعش كلامه الناس السطم عالي بيتسمع كلامهم لكن على موم بيقول لنا درس حل بيقول الحكمة خير من أدوات الحرب آه الحكمة خير من أدوات الحرب بس المصيبة إن فيه خاطي واحد يفسد خيراً جزيلاً لو واحد بس يفسد وده التاريخ المقدس مليء بالحوادث إن واحد بس نكد اسأله عخان بن كرمي عملتي إيه؟ في شعب أود داود نفسه بس داود ما أقدرش أقول عليه خاطي لكن خطيئة واحدة لداود عملت مشكلة للشعب كله تمشياً مع التطبيق الرمزي اللي ذكره الأخ عادل أقول مبدأ وأضيف إضافة المبدأ هو إنه شيء معزي إن إحنا نجد المسيح في كل أصفار الكتاب المقدس أعظم جوهرة نلتقطة حتى من أصفار الحكمة هي معرفة ابن الله أكتر شيء يعزي ويبني أن نرى المسيح بين السطور لأن شهادة يسوع هي أروح النبوة اللي بعزينا لما بنفتح الكتاب مش إن إحنا بنحصل على معلومات لكن نلتقي مع الرب يسوع المسيح حتى في أصفار العهد القديم هل في سفر الجامعة سفر الأحباط سفر البطل يمكن أن نجد فيه المسيح واحد لقى المسيح في سبع صور أو في سبع وظائف أو مراكز في سفر الجامعة قال هو الجامعة الحقيقي هو اللي جامع بين اللهوت والنسوت هو اللي جمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد هو الذي فيه سيجمع الله كل شيء في السماء وعلى الأرض في شخصه وهو المالك الحقيقي وهو الأعلى اللي فوق قل وهو الديان يذكر كتير عن أن الله يدين والله سيدين بالمسيح لكن كمان هو من الجزء ده فيه صفتين هو المسكين والحكيم هو اللي يذكر عنه في سبع مزامير من المزامير المسيحية أنه مسكين وهو مش بس الحكيم هو الحكمة نفسها وفي العصاح الأخير نجده الراعي الراعي الذي منه تأتي المعونة وهو كرئيس الرعاء هو الذي يرشد ويعين الرعاة اللي بحسب قلبه وأعتقد لهذا السبب يعني قصد الروح القدس أني لما سليمان هنا بيتكلم عن هذا الموقف وهذا الحكمة يقول هي عظيمة عندي يعني هو أتكلم في السفر كتير جدا عن الحكمة لكن دي المرة الوحيدة اللي بيقرن كلمة العظيمة به الحكمة ويعني أعتقد ولا أستبعد أبدا بل أميل بالأكثر أني ده بقيادة الروح القدس ليه علشان الجزء ده هيتكلم بالأكثر فيه عن الشخص المسكين الحقيقي الرب يسوع المسيح للأسف زي ما بيقول كده ما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين هو ده الشخص اللي كان ينجي وهو نجى فعلا كسرين وعنده استعداده أن ينجي كل من يقبل إليه لكن قليلون هم الذين يذكرونه المؤمنين الحقيين اللي ارتبطوا بشخص الرب يسوع المسيح اللي بيحبوا جدا في أول كل أسبوع أنهم ييجوا علشان يتذكروا هذا الشخص ويتذكروا عمله وبعدين يقول أما حكمة المسكين فمحتقرة يعني كلام الرب يسوع المسيح اللي كان بيتكلم به هنا على الأرض أروع كلام وحتى عدائه شاهدوا عنه وقالوا لم يتكلم إنسان قط مثل هذا الإنسان بس كانوا بيعجبوا بالكلام بتاعه ومش بينفزوه ومش بيعيشوا به كتير عبر الرب يسوع أنهم رزلوا كلامي ورفضوا كلامي ما إبلوش الكلام كلامي ليس له مكان فيكم مرأة كده للشيوخ اليهود فما أحد ذكر ذلك المسكين وحكمته محتقرة حتى لما ذهب الرب يسوع المسيح إلى الصليب الصليب اللي يقول عنه الكتاب إنه حكمة الله وعمل أعظم عمل استطاع إنه ينجي به المدينة بحكمته لكن ماذا عن موقف الناس يقول الكتاب كلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن سيأتي يوم تمتلئ الأرض من معرفة الرب يسوع المسيح وسيعطى إسما فوق كل إسف وتكسو له كل ربا من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض وهذا الصديق الذي ما أحد ذكره في يوم من الأيام سيكون لذكر أبدي وإحنا كمان كمؤمنين بنحبه حتى لو كان العالم مناصبه العداء والبغضاء لكن إحنا على قلبنا نحن نذكره يعني يكفي إن إحنا كل أول أسبوع بنصنع كسر الخبز نصنع العشاء لذكره وإصنعه هذا لذكر مش بس في كسر الخبز لكن في كل يوم يلزل لنا أن نتذكره ويكون لنا علاقة معه وعمق شاركة فهو سر حياتنا ونفس أمو فينا ممكن ببساطة إن إحنا نقسم العهد الأديم لثلاث أقسام نقدر نقول إن في قسم تاريخي وفي قسم تعليمي وفي قسم نبوي القسم التاريخي ينظر إلى الماضي إلى الوراء والقسم التعليمي يقدم مبادئ تحكم عيشتنا في الحاضر والقسم النبوي يتطلع إلى المستقبل لكي ما تعرف الكثير عن هذه الأقسام الثلاثة أدعوك أن تتابع معنا دراسة العهد الأديم عبر برنامج فاحصين الكتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة